نيجي بقى دلوقتي الأضرار على الجسم أضرار مشروبات الطاقة اللي الناس كتير قوي بتستسهل ويقولوا إيه ما المشروبات الطاقة دي زي الحاجة الساعة لا خالص مشروبات الطاقة دي مشروبات خطيرة هتعرفوا دلوقتي أثرها المباشر وعايز أقول لكم بس خطورة مشروبات الطاقة إنها ما بتاخدش فترات طويلة علشان تعمل أثر سيء ده الأثر السيء ده بيكون في ساعتها ساعتها يعني خلاص ومع تكرار بقى الأمر الواحد كده اللي بيتناولها بيودي نفسه في مشكلة صحية كبيرة جدا أو مشاكل صحية كبيرة جدا أول أضرار مشروبات الطاقة بتكون على القلب والأوعيات الدموية القلب والأوعيات الدموية بيحصل زيادة شديدة في معدل ضربات القلب قلب عمال يضرب بسرعة تعرفين إيه مشكلة القلب لما يضرب بسرعة إنه القلب ما بيملاش كويس هقول لكم مثل شهير قوي عشان تفهموه كانوا بيشرحوا هولنا أسات زيتنا الله يكرمهم في كل الطب عشان تبقوا حضراتكم عارفين تخيلوا معايا لو جبنا حنفية حنفية مية وجبنا كيس وفتحنا المية تمام وبنقول إيه لما الكيس ده بيتميلي عند مستوى معين بنروح عاملينه كده طبعا يعني دي حاجة وحشة بس قصدي يعني إيه عشان أقرب لكم المياه ومنعمل كده فتقوم المية تطلع لمسافة معينة صحي كده تخيلوا معايا أن القلب ده هو الكيس والمستوى اللي بيملى ده هو الدم فلازم يوصل لكمية معينة في الشرايين وجوه القلب في القذينين ثم البطينين عشان يحصل للقباضة دي فيقوم الدم ده يتوزع في الجسم كله ربنا سبحانه وتعالى خالق الإقاع بتاع ضربات القلب ده شفتوا أنا عمل أعمل إزاي بمعدل معين يضمن أن القلب يكون اتملة وبالتالي حصل الإمداد الدموي لكل حتة في الجسم طيب إيه اللي بيحصل بقى لما معدلات ضربات القلب تزيد نرجع للمثل بتاع الكيس والحنفية تخيلوا معايا بقى الحنفية موجودة هي والكيس بس أنتم مش مستنين بقى على المستوى الليفل أو الخط اللي احنا معلمين عليه لا كل شوية نعمل كده كل شوية إحنا اللي نعمل كده فبتكون النتيجة إيه الدم أو المية ما بتطلعش من الكيس إلا الكمية محدودة جدا يبقى ضربات القلب لما تزيد مشكلتها مش بس أن الواحد يحس بالإرهاق ده كل جزء من أجزاء الجسم بيتأثر لأن الإمداد الدموي المفروض القلب ده يملى لحاجة معايا شايفين مثلا إيه دي عاملة إزاي نعمل كده يوصل الدم ده ينتشر في كل أرجاء الجسم إنما لما يقعد يعمل كده 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 فما بيلحقش يملى بالبلد كده يقوم الدم ما يوصلش لمناطق كتير قوي تكرار حدوث هذا الأمر أمر شديد الخطورة على كل أجزاء الجسم اللي بتحتاج الدم والدورة دموية عشان تشتغل مش بس بيحصل زيادة في ضربات القلب لكن بيحصل كمان اضطراب في ضربات القلب أو ما يعرف بالأريثمية يعني ضربات القلب دي لها إقاع معين لما نقول مثلا ضربات القلب 73 في الدقيقة 75 في الدقيقة حاجة وستين 80 80 في الدقيقة ولكنها منتظمة تاك 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 اللي هو النبض اللي بنسمعه بالسماعة أو بنحسه بأيدينا أو ما إلى ذلك صح كده؟ في بقى مشكلة تانية اسمها الأريثمية أريثمية إيه؟ وريثمية ريثميك ده يعني منتظم وكلمة أريثمية لما نحط لها إيه في الأول بقت غير منتظمة فنقوم نحصل إيه؟ يحصل اللخبطة بتاعة دربات القلب دي أو ما تعرف بالرفة الأذينية وده أمر شديد الخطور وبيؤدي إلى حدوث تجلطات في الدم زيادة فرص حدوث الجلطات في الشرايين لأنه عدم الانتظام ده بيخلي الدم يحصل له حاجة اسمها ستيزيس أنه يركن أو يبقى في الشرايين كمان من المشاكل اللي بتحصل من مشروبات الطاقة على القلب والأوعية الدموية ارتفاع شديد في ضغط الدم وبيحصل كمان هبوط وفشل القلب يعني أنا عايزي علق يعني طب هو إحنا جاي علينا بإيه كل ده؟ مادة بنشربها بنشتريها الأول بندفع فيها فلوس كتير بنشتريها نفتحها كده ونشربها عشان تعمل لنا الحاجات دي في القلب القلب بس لأنتو لسه هتعرفوا الباقي دلوقت الجهاز العصبي وحاجات تاني طب ليه؟ بنعمل كان ليه؟ عشان الموضة وللأسف نلاقي شباب صغيرين وبنات صغيرين بيعملوا الموضوع ده عادي جدا وكأن دي رمز إن هم الكبار أو نلاقي رجال أو ستات يقول لك أنا بشرب عادي يعني ده عادي ده أنا باخد واحدة أو اتنين في اليوم ده خطر شديد على صحة حضرتك هتقولولي يا الله طب لما هي خطر بتتبع ليه؟ طب ما هي السجاير خطر وتسبب لسردان وتتبعها ما هو ليس كل ما هو خطر ممنوع بيعه تمام؟ عرفنا دلوقت الأضرار المباشرة لمشروبات الطاقة الخطيرة على القلب والأوعية الدموية